اشتركوا في القناة مثلا أنا كنت عم بقلك أنه أنا بلاقيها شيء منه كتير مهم بتقلتلي لأ هيدا الشيء عم بيكون مفتلة كتير كبيرة بالكابلز اللي عم بتشوفه بقى صحي تفضل الدي لما حدا يتعرف على حدا جديد خاصة بس في مشروع علاقة جدية نعم الدي مهم الماضي الماضي العاطفي يعني علاقاتي السابقة هلأ للبعض متل ما حرتك قلتي هلأ أنه خلص سهل السهل من الماضي ما زال هي معي هلأ يعني الأهمية العلاقة هي اللي بتبلش معي صحيح ليش بدي أنا إنكوش الماضي واقعد يعني متل متكأنه واحد عم بيفتش على المشاكل تفتيش فيك تقول هيك فيك تقول هيك فيك تقول هيك في منا هيك لا في هيك في كتار مثلك هيك بفكره نعم وكمان في كتار بفكره إنه لأ بدي أعرف أنا مثلا ده مكان مع فلاني شو السبب لأن فصل عنا كم شو وين تميدة معه بالعلاقة وين تميدت معه بالعلاقة وين صاروا بالعلاقة إذا في علاقة جسدية أو ما كان في علاقة جسدية هلأ هلأ لذلك نقول إنه مش غلط الواحد يعني أصلا نحنا شئنا ما أبينا نحنا نتاج ماضينا يعني أنا هالعلاقات المرأت فيها قبل هالعلاقة هدي هني خلوني يصير الإنسان اللي أنا هو الآن بهالعلاقة ستعرف أكتر شو اللي بحبه وشو ما بحبه وشو اللي بدي أجده بعلاقة عاطفية خاصة إذا كانت علاقة جدية قد تثمر زواجا فيما بعد هلأ بس نفس الوقت إذا سؤلت ممكن أعطي مثل مختصر مفيد إنه مظبوط شو سب كان سببها مثلا عدم قدرتها على اتخاذ القرارات كانت تاخد علي إنه أنا علاقاتي كتير وطيدة مع عائلتي هيدا بعضها بالعمومي بس ما فوت بالخصوصي معنيتها هوني يعني بطلت أنا لأملك لما نكون سوا أملك العلاقة أنا وشريكتي لما بطلنا سوا تنينتنا نملك تاريخ هذه العلاقة مش لوحدة أملكها فإذا في خصوصية لشريكتي السابقة للأكس إنه أنا ما مفروض فيه إنه بوح بإشيات تعتبر خصوصيات مبدو الأسرار من خصوصيات علاقتنا السابقة بل كهي مبدو شو ما كانت تكون؟ إن كان موقف من عائلتها أو موقف من مسائل مدية دخلها بالمصاري أو مسائل راحة العلاقة جسدياً أو جنسياً أو شبه جنسياً شبه جنسياً يعني لما نقول إنه أوقات في بعض الكابلز اللي بكون علاقتهم كتير جسدية ما صار فيه كتير حميمية جسدية نعم طيب قصار فيه كتير حميمية جسدية طيب ما هيدي ما بملك أنا تاريخ العلاقة لوحدة فإذاً فيه احترام لخصوصية الشريكية حتى لو أنا مثل ما بقوله أنا ما عندي شي خبية أنا فوق الطاولة وبحكي كل شيء دكتر هي تنطبق على المرأة أيضاً؟ صحيح تنطبق على المرأة إذا كان مثلاً من خلال أنت بتشوفه من خلال الإرشاد اللي بتعمل؟ كمان تنطبق على يعني هذا اللي أنا عم بقوله نتطبق على الاثنان فكمان هي أداة بدي تحكي، هو أداة بدي يحكي مش إنه ما يحكي شيء بالمرة وبعدين في كتار خاصة من النساء من الفتيات اللي بقولوا إنه بالطريقة اللي بيحكوا فيها بما معناه إنه هاي الحدود ما بقى أنا أحكي أكتر عن ماضية يعني أنت أنا هيك عجبتك كان بيه ما عجبتك هلأ البعض شوي بيزيدوا بالسرية يعني مثلاً ممكن كتير تخفي عنه إنه كانت مخطوبة إنه كانت مخطوبة ما هذا الشيء قويس لكنها هيدا الشيء ما بني نخفى إنه كنت مخطوبة يعني لأنه بركي طب هيدا بأول علاقة يمكن مش من أول مرة أنت بيه بكتقلوا كنت مخطوبة لأنه بعض الرجال مش لكل بعض قول إنه أنا ما بدي كون مع حدا كانت مخطوبة هلأ صح مش صح والسبب في بعض الرجال هاك هاك هو بده يصطفل هيدا 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 هدي حياته طيب أول مرة ما قلتي له مش مشكلة لأنه يمكن بدي إيه إنه يطلع شخصيته إنه مش دغري يحكم عليها وتاني مرة كمان مش مش بس بعدين طيب بلش يحبها بعدين بتقله مثلا طيب إنه تتعلقيه بتقليله طيب كمان إذا علقتيت طيب بلش يحبك بتقيله مش غلط وإن كان عنده موقف من الفتاة المخطوبة ما أنت سيتخذ هذا الموقف فيما بعد بتكون إيدي كما يتعلقتي فيه فأذن لا من أول لقاء ولا يمكن الثاني بس من الثالث الواحد بيحكي بيجي على الحديث يعني مش إنه سلنا ستة شهر سوا طيب عرف إنك أنت مخطوبة ما صار في حديث لا ما ديك إنت تجري الكلمة هيدا على الحديث قصة عفوا إنه أكثر بمتحدك بمعارفك بدوير أصدقائك كلهم بيعرفوا إنك كنت مخطوبة يعني بيعرف من حدا غيرك أحسن ما يعرف منك وهل هي عار إذا كنت مخطوبة إن فصلت يعني هل هذا عيب إنك كنت مخطوبة إن فصلت هل صراحة ضرورية أو هي ممكن تكون بالكوب للسافز وحدان وطلع بيقوله لا هي صراحة ضرورية وهي صراحة إذا قلت أنا بكتفي بهل قدر هيدا من الكلام عن عن فلاني عن صديقتي أو فلان هيدا صراحة كمان إنه بكتفي بهل قدر لا ساعتها أنا بحب يحترم خصوصيتي وخصوصيته هل قدر هل قدر إذا هو لم يحترم رأيها صار شي تاني معناتها إنه ما بلايمك تكوني مع حدا هيك أما إذا كان ثقتها بنفسها تقديرها لذاتها ثقتها بنفسها متدني ساعتها بتصير تحكي كل شي بس لحتى إنه إنه بمعنى إنه ما هو بده يعرف وإذا ما عرف كيف بأسر يعني هالمعلومة هيدا كيف هيدا هم إياس هالمعلومة أنا بدي أحكي فيها عن ماضية أنا وما بعرف مين كيف ستؤثر على علاقتنا فيما بعد ما بتأثر إيجابا ولن تؤثر سلبا لأنه بكون إذا كانت غلطة بكون تعلمت منها وإذا كانت أنا بعتبر غلط بالشريكة السابقة مضرورة شريكة الحالية تعرف على كل حال إذا أثرت سلبا بيكون كمانا واحد عم بيكتشف الثاني بطبعه بأخلاقه بكتير إشياء صحيح كمانا يعني بتكون اكتشاف أو بواعية أو بخلي الإنسان يكفى مع الشخص الثاني مزبوط هلأ ليش دايما الخوف أنه بنا نفقد الآخر؟ هو لأنه الواحد بهالأيام خاصة هيدا صعب كتير حدا يلاقي الشريكة أو الشريك المناسب وبقى بصير لما يلاقي حدا فيه تقريبا معظم الخصائص اللي أنا أريد أن أجدها بالشريكة أو الشريك مثل نقول لحقت ولقيت هلأ هالشخص هيدا ما رح إجي فرط فيها أو فرط فيه بسهولة يعني فيه دعائم للعلاقة غير أنه الماضي وبعد هنا للعكس كمان في بعض بيجي بأول لقاء بيكون بعضه ظاهر من العلاقة كمان هو أو هي بصير يحكي عن العلاقة السابقة بإفراط أنه بعمط لع منها متكأنه هلأ يعني شو هي مش كأنه جالسة شو هي عمتعملك معالجة نفسية أو هو عم بيعملك معالجة نفسية أنه إذا ما طلعت من العلاقة السابقة ما طلعت العلاقة السابقة ما تفوت هلأ من بها العلاقة ويمكن تكون مفهمة أسباب انفصال لأنه ما كان قرارك الانفصال بس ما شبتشي مثل ما نقول تتبكبك مع الشريكة الجديدة وتصير هي من كأنه بين إيديا حداً بدا تعجله بس هنا كتير أوقات بيبلشوا هيك الكوبلات وبيبلشوا أنه عم بيتبكبكوا ع بعضه وأنه بكون التاني قادر وقادر أنه يتقبل بعدين بتوصل لوقت هيد العلاقة أو لمرحلة أنه خلص واحد بيفول من التاني صحيح شو بيختلف؟ كيف بيختلف الشخص بمرحلة أنه بالأول بقبله 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 وهيدك بيرتاح وبتتقدم العلاقة بعدين على مماندونة خلص لأنه ما أعرف الحدود طبع تابي تظل يحكي عن الماضي أنه أول مرة تقبلت وحترمت احترمت المشكلة اللي كان مارئ فيها أو نفسيته كيف كانت تأثرت نفسيته بالعلاقة السابقة أو الانفصال بالعلاقة السابقة طب بعدين نبالنا شي تاني نحكي فيه في عندك شباب وصبايا وشباب أكثر من الصبايا بصيروا يحكوا بأول لقاء وتاني لقاء وتاني كأن ما فيش تاني يحكوا فيه بقى غير العلاقة السابقة وهيدا نفس الشي مثل كأنه حداً بكون ريباوند يعني بده طالع من علاقة ومنه جاهز بعد عاطفياً نفسياً أن يكون بعلاقة جديدة بس لأنه في حداً كي أستند عليها أو أستند عليه أو إليه معينتها كمان هون عم بستعمل بدون معرفة يعني بتكون نفسيتي وصخة إذا عن قصد لما أنا بس سلق معه لأنه طالع من علاقة وبدّي حداً أكون معه ما هي تعب بستغلة بينما لأ أنا عجد متعلق فيها ونفس الوقت بعد ما طلعت من هونيك طب لا بقى تطلع من هونيك إذلك في كتار بقولوا أنه مني جاهز بعد العلاقة جديدة شو يعني؟ يعني أنه بعد ستة شهر سبعة شهر صار جاهز لأنه كان بده لوحده يخلص يسكر على ماضي العلاقة السابقة وهلأ صار جاهز صار جاهز الانطلاق بعلاقة جديدة إذا صار فيها علاقة جديدة بس أوقات كتير في كوبلات أو رجال مثلاً بالكوب يكون عنده ماضي ما بده يحكي فيه ما بده يحكي فيه قديش احترام المرأة لقراره مهم وإنما تعود تنكش الأشياء و مش غلط بس شو الماضي اللي عم نحكي عنه هل هو ماضي؟ يمكن هو ماضي بالنسبة إله يمكن قد ما بحب هالشخص التاني يمكن هيدا ماضي بالنسبة إله ممكن يشويه صورته قدام التاني صحيح يعني أكيد هي هيك بتكون أكيد هو هيدا بكل سبب طيب وفيما بعد يعني هالعلاقة هيدا عم تمشي ومشي أكثر جدية وأنا كنت مسجون مش مسجون بسبب مظاهرة بشرف إلي يمكن أو بسبب نضال اجتماعي أو سياسي ما بس أبي حكي كنت مسجون لأنه عملت شك بدون رصيد كمان عن قصد لأنه في كتير هلا عم تصير فيه شكات بدون أرصدي وكلها ناس بتكون عندها أخلاق لكن سأبيت لأنه بالوضع المادي الحالي قدم عائلته بيصير فيه نوع من الخجل من الخجل الاجتماعي وبكون عن غير قصد لأنه ما متسكر يعني الأزمة دي عنه لقو فيه أنا ما أبيحكي عن هالشي أبيحكي حدا معروف عنه أنه بيحتال طيب إذا أنا سجلت كرمال تشكات نور رصيد ومضيه معروف كمانا بمتحدي بالكوميونيت الطبعي بمجتمعي أدس من خبّي لا فيه خبّي ما هادي هي أنه كمانا شوية ذكا يعني أنه ما بدي تعرف الشي يعني ما هتعرفوا من غيرك بكرا ابن عمّة بلد صغير حتى بالبلدان المجتمعات الكبيرة كمان الواحد نيكشف وتلص المجتمعات كلها صار وواحد في يفوت على الإنترنت ويشوف ماضي حدا نشوفي عليه أحكام بخير نحكي نحن مجتمعاتنا بالعالم العربي كلها مجتمعاتنا ومتحديتنا صغيرة وكل بيعرف الكلمة ما فيه الواحد يجي يخبّي معلومة غير أخلاقي عن حاله لكن فيه يقول ويقول شو كان سببه وكيف هو ضعف وكيف هو أخطأ مش غلب إنه واحد يحكي هالشي هده لأنه هو أو هي لحاجة يعرفوا هشي هده فيما بعد قديش عم بتصادف هيك كيسز عندك؟ ولوين بتودّي؟ هي من الكيسز المنعاشة هي منعاشة هي كتير واحد بتفاجأ فيها إنه مثلاً عصابي المثال إنه في حداً كان كتير بده يعرف إنه عن ماضية إنه كم شريك كان عندك قبله وهي قلت له عن اتنين وتقبل بس إنه هو وفي كتير هيك شباب نمطوا هيك إنه أربعة أو خمسة أو اتنين بس بدي أعرف ما بدي أعرف بكرة بعد ثلاثة أربعة سنين حداً مثلاً ملتقي فيه بشي مطرح أنا ويك نكون وكان يور أكس كان كان شريكك السابق إزهو هوني الاتنين هول اتنين إذا فيه أكتر معنيت أكتر أنا حبيتك وبديكي وما نتزوج وهكذا حصل وتزوجه وفيما بعد عالفيسبوك قري كان عبيقره شي الفيسبوك طبعاً ومبين إنه عبيكتب عبيكتب عن إشي ماضي يعني حداً كانت حميمة معه فعمل المشكلة منه هيدا بعد الزواج إنه هيدا ما ذكرت ليه وواضح إنه كان فيها عليها طيب هلأ هون مش مشكلة المشكلة إنه عرفت فيما بعد إنه لا كمان في غيره طيب في غيره ونحن هلأ بالسوشيال ميديا وإنسي التكنولوجيا ما الكل بيعرف الكل تب يا أما بتقولي إنه أيه كان فيه التالت والرابع يا أما بتقوله هيدا شي ما بفتكر بأسر على علاقتنا وخلينا نحن نشوف إذا نحن لحسن فيه انسجام وتناغم من بعض معنى إنتا عم تقعيله وتحطي حدود حدود ومن حقك أن تحطي هالحدود لأنه تحكي عن ماضيكي وليس ماضياً واسخاً يعني العلاقات السابقة ما هي إنه مهتة إنه وإذا كان هو بيعتبر إنه الفتاة وهذا الزوج لم يكن كذلك بس عبول إذا كان الرجل بيعتبر إنه إذا كان فيه علاقات سابقة هيدا حرف نائس هيدا شي أنا ما بريده هيدا ما بريده فإذا مش منه هو الشخص اللي مفروض تكوني معه ولا إنت مفروض تكون مع حدا مثله ما حدا أنا على غلط بس إنتا ما في هال تناغم والإنسجام ما هيدا هي القاتلة ستتنطقيها لتكون شريك لك إذا كنت إنت هيك زوءك وهيك قرارك بالفتيات ونفس الشي الفتيات الفتيات عندك كتير علامات استفهام يعني ها دائما بنحكي إنه إذا عندك أربعة أو عندك خمس شركاء قبل البديك تزوجي وكمان في كتير فتيات في عندك علامات استفهام إنه لكن في ثلاث علاقات جدية ومشي حالهم كتير لاي هالقد أنت ماشي عمالي كبير علاقة بتقول لأنه كان عنده ثلاث علاقات سابقة وممشي حاله فيهم عند علامات استفهام علي لا ممتعرف لي خاصة وكمان حقه مش غلط أكيد فهيدي القصة تاريخنا بيعملنا على ما نحن عليه هلأ بكفي إنه تلقي الأحكام علي بما أقوم به من السلوك بعلاقتنا اليومية وتفاعلنا مضروري تحكم علي الماضي بعدين واحد فيها حكي شو ما بده عن الماضي يعني ما فيه لالي اللي بيقوله كان غلطة إنه أنا ظلمت لذلك انفصلنا دائما فيه كان قرارنا تانيتنا هيدا إذا كان بده يكون شوية عادل وقال لا بحط الحق عليها أو تحط الحق عليها على الأكس يعني أوقات بيكون هني بدهم ينفصلوا بتتعدد الأسباب أوقات واحد هو لأنه بده بيصير يلاقي حيا الله شيطة ينفصل أوقات كتير بتتعدد الأسباب وما بينفصل لأنه تكون العلاقة أمتن من هيك بكتير صحيح أوقات بيكون الواحد أخذ قرار بده ينفصل شو ما؟ ما عارف كده منتور أولا بيصير شي مشكل جدي بيقوم بيستعملوا هو كسبب كحجه وليس السبب وطبعا مثلا نقول أنه الغيرة الغيرة سهل واحد يقول أنه كان كتير يغار علي كانت كتير يغار علي خنقتني الغيرة بنا نحكي فيها بغير حلقة لأنه الغيرة موضوع كتير واسع وبيقدب الفعل لأخذ المشاكل خنقني بغيرته لذلك بطل فيه ضلني معه هادي الواحد بقوله يعني فيه إشية الواحد بقوله وهو ما بينكر يعني ما بيعتبرها عايب لقلتي عني أني بغار ايه بغار وأنا هيك علاقتي بتكون معه وفيه فتيات كمان كتير كمان بغاره وبقول أنه خنقتني حتى عرتني من أصدقائي يعني بطل عنده وصديقاتي نعم أو من أصدقائي بالمرحلة الابتدائية للثانوية ما بديوها تعاطى معهم وهو دي كمان بنحكي فيهم لما يحكي عن الغيرة أكيد ما نحكي عنهم لأنه هيدا بعدين بيعتبروا أنه هيدا كترة الحب بس بعدين ما نحكي فيهم هلأ ما راح نفوت فيها ايه معلوم هي هيدا أبدا منا صحيح ما منا هلأ ايه ما بدنا نستبق اللي بسمعك ها هيدا أبدا منا إشارة للحب من الوحد بغارة حدا أبدا أبدا إذا بدنا نختم بجملة لموضوع الماضي شو بتقول للناس اليوم؟ الماضي بحياة كل شخص وكيف بده يؤثر على حياتهم المستقبلية الأنية والمستقبلية صحيح إذا أنا هلأ عبتعرف على حدا بقول هالإنسان اللي قدامي هلأ هو نتاج ماضي بطول حركة ووقت التفاعل معه أو معه لا تصير عليها أكثر جدية بحكم على كيفية كيف هو معي هلأ أدي في أعرف عن الماضي مش غلط بس ما كتير أحفر بالغمع شكرا إلك دكتور رائد دايما الوقت بيسبقنا معك بس إذا الله بريد مرت الجاي رح نحكي عن الغيرة بالكابلز ومدى تأثيرها على علاقتهم مشاهدينا نحنا منتابع نحنا وياكم براكم نرشا موسيقى 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 موسيقى